8 أو 9 شهر تصنع عن جيل التاسع من أجهزة الألعاب ومايكروسوفت و سوني بيصدرون أجهزتهم الجديدة في هذا الفيديو المهم رح نسوي المقارنة الثانية بين أهم مواصفات جهازين البلاي سيشن 5 والإكس بوك سيريس إكس القادمين الجهازين بيستخدمون كروت الشاشة من نوع AMD Navi هذه الكروت رح تستعمل معمارية RDNA 2 الجديدة من AMD واللي يتقدم أداء أفضل ووقت استجابة أسرع واستهلاك طاقة أقل ما عندنا الجهازين يستعملون نفس كروت الشاشة إلا في فروق معينة مخصصة لكل جهاز وهذه نوضحها الآن الأكس بوك سيريس إكس قوة تصل إلى 12 تيرا فلوب مع 52 وحدة حسابية وتردد 1.825 جيجا هيرتز البلاي سيشن 5 قوة تتوصل إلى 10.28 تيرا فلوب مع 36 وحدة حسابية وتردد 2.23 جيجا هيرتز مع القدرة على تغييره نلاحظ بأن عدد التيرا فلوبس أعلى على الإكس بوك سيريس إكس لكن وش هو التيرا فلوب؟ للي ما يعرف كلمة تيرا فلوبس يعني وحدة سرعة الحوسبة أو سرعة العمليات اللي يقدر يسويها الجهاز طبعا الكلب يفترض أنه كل ما أرتفع هذا الرقم يعني جهازك بيكون أسرع في الأداء بشكل عام لكن طبعا هذا الكلام مو صحيح لأن أداء الجهاز يعتمد على أكثر من عامل مش بس سرعة العمليات اللي يقدر يسويها جهازك الجهازين رح يدعمون تقنية الريت ريسنج وهذه هي تقنية تقدر تنتج تأثيرات إضاءة واقعية وهي عبارة عن خوار رزمية تتبع مسار الضوء وتقوم بمحاكاة طريقة تفاعل الضوء على المجسمات الأفتراضية وأخيرا تم تأكيد رسميا بين الكروت الشاشة للجهازين يدعمون تقنية الريت ريسنج على المستوى العتاد الآن نجي للمعالج الجهازين يستخدمون معالج من فئة Zen 2 8 اللواه لكن مع فروق بين الجهازين البلاي سيشن 5 بسرعة 3.5 جيجا هيرتز مع القدرة على تغيير التردد ودعم المالتي ثريدينج الأكس بوك سيريس إكس بسرعة 3.8 جيجا هيرتز مع دعم المالتي ثريدينج أيضا تلاحظون هنا بأن معالج الأكس بوك سيريس إكس أسرع بفرق بسيط طبعا عدة مطورين وخبراء علقوا لهذا الأمر وأغلبهم قالوا أنه ما بيكون فروقات كبيرة من ناحية الأداء في الألعاب بسبب فرق سرعة المعالج البسيطة الذاكرة العشوائية الجهازين بيستعملون نفس الذاكرة العشوائية بالضبط ولا فيه أي فرق تماما وحجمها هي 16 جيجا بايت من نوع GDDR6 البلاي سيشن 4 والأكس بوك سون كانوا يستعملون ذاكرة عشوائية من نوع GDDR5 لكن نوع GDDR6 راح يعطينا معدل نقل بيانات أسرع يصل إلى 16 جيجا بيت بالثانية واستهلاك طاقة أقل لاكرة التخزين ذاكرة الأكس بوك سيريس اكس بحجم 1 تيرابايت من نوع NVMe SSD مصنعة خصيصا للجهاز بينهم البلاي سيشن ذاكرتها بحجم 825 جيجا بايت من نوع NVMe SSD الخاصة للجهاز كل الجهازين قابلين للتوسيع مساحتهم لكن بطرق مختلفة الأكس بوك سيريس اكس مايكروسوفت بتوفر له ذاكرة تخزين بحجم 1 تيرابايت تقدر تركبها بخلف الجهاز عن طريق منفذ خاص تقدر تشبك عليها قرص صلب خارجي عن طريق USB وهذا يفضل يكون حق العاب الأكس بوك س ون والأكس بوك ستري سيكستي بينما البلاي سيشن 5 بيكون فيه منفذ تشبك فيه ذاكرة تخزين NVMe SSD وتقدر تستخدم أي نوع متوفر في السوق لكن ما بتعطيك نفس أداء ذاكرة التخزين الداخلية وسوني تقول لما ينزل الجهاز بتوضح أي الذاكرة التخزين المتوفرة في السوق بتكون الأنسب ومتوافقة مع البلاي ستيشن 5 طبعاً تقدر تشبك عليه أيضاً قرص صلب خارجي عن طريق USB وهذا يفضل تخزين عليها لعاب البلاي ستيشن 4 الـ I-O throughput وهذا يعني سرعة نقل البيانات للجهاز البلاي ستيشن 5 راح ينقل 5.5 من البيانات الغير مضغوطة بالثانية الواحدة بينما راح ينقل 8-9 جيجا بايت من البيانات المضغوطة بالثانية الواحدة الـ XBOX Series X راح ينقل 2.4 من البيانات الغير مضغوطة بالثانية بينما راح ينقل 4.8 من البيانات المضغوطة بالثانية هذا يعني أن البلاي ستيشن 5 راح يكون أسرع مرتين من الـ XBOX Series X في الفترات التحميل والتثبيت إذا قدر المطورين يستغلون هذه المنافذ صح الوسائط الجهازين يستخدمون بلوراي بأحجام تتعدل 100 جيجا وهذا يعتبر ضعف حجم أقراس هذا الجيل ومثل الجيل الماضي راح تكون مجبر تسميت الألعاب بسبب بطء قراءة المعلومات على هذه الأقراس فالأفضل قراءة المعلومات مباشرة من التخزين الداخل الأداء الـ XBOX Series X حسب المعلومات الرسمية يشغل الألعاب 4K 60 نطار بالثانية وبعض الألعاب تصل إلى 120 نطار للأسف لا يوجد أي معلومات رسمية عن أداء البلايس تيشن 5 من ناحية الدقة والإطارات لذلك المقارنة في هذا الوقت صعبة من هذه الناحية التصميم حتى الآن لم نرى أي تصميم رسمي للبلايس تيشن 5 الـ XBOX Series X من ناحية الطول لكن من ناحية العرض فهو أسمك حبتين كيف قدرت مايكروسوفت تحشر كل القطع في هذا الجهاز المستطيلي؟ ما ندري لكن خالف هذا الموضوع كانوا مهندسين محترفين اليد مايكروسوفت مع كشف تصميم جهازها طلعت لنا شكل اليد الجديدة تابعا للـ XBOX Series X ونقدر نشوف حجمها صار أصغر بشكل بسيط وضافوا زر خاص لميزة الشير في وسط اليد وبرضو بتلاحظون الـ D-PAD زي خليط بين تصميم الـ D-PAD التقليدي وتصميم الـ D-PAD على يد الـ XBOX 360 غير هذه الأشياء ما في تغييرات جذرية ولا ميزات جديدة البلايس تيشن 5 غير المعلومات التي ذكرناها عن اليد في المعركة الأولى فما صدر شيء جديد بخصوص يد البلايس تيشن 5 ميزات خاصة هنا بندكروا ميزات خاصة في كل الجهازين الجهازين استعرضوا ميزة مشابهة لكن كل شركة سمتها اسم مختلف سوني سمت هذه الميزة Primitive Shaders بينما مايكروسوفت سمتها Variable Rate Shading اللي تسويها هذه الميزة هي تعطي أولوية للبيكسلات اللي يركز عليها اللاعب وتخليها بأعلى جودة بينما البيكسلات الأخرى ما راح تكون بنفس الدقة وهذا يرفع من الأداء في الألعاب ونخلي عدل الإطارات بالغالب دائما ثابت على 60 إطار بالثانية مايكروسوفت استعرضت ميزة خاصة فيهم وهي القدرة على تشغيل خمسة لعاب بنفس الوقت وتقدر توقف واحدة منهم وترجع لها متى ما تبغى هذا غير أنه يمديك تتنقل من بينهم لو حبيت هذه الميزة شيء جبار وشيء بيخليك تشيل هم التخزين في الألعاب ميزة جديدة من سوني الجهازة هي الصوت الثلاثي الأبعاد اللي سمتها سوني Tempest Engine الأصوات في الألعاب دائما تسمعها كصوت واحد لكن على كلام سوني هذا بتغير مع البلايستيشن 5 ونتم تشبيه هذه الميزة بأنك راح تلاحظ بفرق بين صوت قطرات المطر اللي بيكون حولك وصوت القطرات البعيدة عنك هذه الميزة راح تساعدك أيضا على تحديد موقع أدائك بدون ما تشوفهم ووضحت سوني بأنها تقدر تستمتع بهذه الميزة بأي سماعة تغطي الإذن ومو بلازم تكون من الفئة الغالية دعم العاب لأجيال الماضية سوني أكدت بأن البلايستيشن 5 راح يدعم معظم الأربعالاف لعبة المتواجدة على مكتمة البلايستيشن 4 وأنهم جالسين يختبرون التوافق المسبق لكل اللعبة ورح يكشفون تفاصيل أكثر عن هذه الميزة في الشهور الجاية بينما مايكروسوفت أكدت أنهم وضعوا 100 ألف ساعة في اختبار التوافق المسبق مع السيريس إكس مع إطلاق الجهاز آلاف من ألعاب الإكس بوكس ون ومجموعة كبيرة من ألعاب الإكس بوكس 360 والألعاب الإكس بوكس الأصلي وتكون قابلة للعب إذن بكذا نكون طرحنا كل المعلومات المهمة للجهازين اللي نعرفها للآن وأكيد بيكون عندنا جولة مقارنة ثالثة بعد الكشف الرسمي لكل من المميزات الخاصة بالجهازين وألعابهم وطبعاً تصميم جهاز البلايستيشن 5 ويده كل هذه الأشياء نتوقع رح نسمع عنها في الصيف حول شهر يونيو القادم لا تنسونا يا شباب بالاشتراك بالقناة عشان الجولة الثالثة من المقارنة تكون أفضل وعطونا لايككم الرهيب كعددكم وشاركونا أي جهاز متحمسين لها أكثر في التعليقات كان معكم نوف النغموش أعطيكم العافية المتابعة ومع السلامة